مرحبا اسمي كارلي وأبلغ من العمر الآن 17 سنة حدثت هذه القصة عندما كان عمري 15 سنة امتنعت عن الكلامي وطعامي للتخلص من والدي المعنفين الذين أفسد حياتي طوال حياتي لم يكن والدي لطيفين منعني من كل شيء تقريبا وكان يصرخاني علي كلما سنحت لهم الفرصة عندما كنت في الخامسة من عمري مردت بشدة وأصبت بحمى لدرجة أني لم أستطع النهوض من سريري لكنهم اعتقد أني كنت أتظاهر بالمرض وفي طريقنا إلى الطبيب بالحافلة كنت أبكي لكنهما أخبراني بأني أحرجهما وأني إن لم أتوقف فسوف يعيداني إلى المنزل لذا طررت لحبس دموعي طوال طريق عندما التحقت بالمدرسة لم يسمح لي بالخروج من غرفتي لأنهما توقع مني أن أدرس طوال الوقت ومن ثم أخلد للنوم وفي العطلة الإسبوعية كان والدي يخرجان ويجبراني على البقاء في المنزل وتنظيفه بالكامل وإن رفضت قوبلت بالصراخ والحبس في غرفتي مثل بقية أيام الإسبوع لم يسمح لي بالتحدث أبدا وتوجب علي أن أبقى صامتة قدر الإمكان لذا بحلولي سن الخامسة عشر لم يكن لدي أي أصدقاء لأني كنت خائفة من التحدث لأي شخص كان هني زملائي في المدرسة وحتى أساتذتي لأنهم ظنوا أني غريبة أطوار وعندما هنأت آملي بعيد ميلادها وهي إحدى زميلتي في الصف وقدمت لها قلادة صنعتها بنفسي ضحكت على الهدية ورمتها في القمامة لأنها كانت بشعة أخرجتها من القمامة واستمروا في الضحك علي وبصفوني بالمشردة عندما ترحت علي أستاذة سؤال لم أستطع الإجابة لأني كنت خائفة جدا لكنها اعتقدت أني غبية وفي كل مرات حاولت فيها شرح وضعي في المنزل غضب مني أساتذتي لأني كنت أختلق الأعذار لذا استسلمت وامتنعت عن الكلام نهائيا لا مزيد من الكلام لأنه زاد من سوء الوضع كما كنت أمل بأن يلاحظ الشخص ما معاناتي ويساعدني بطريقة ما في كل مرة سألتني فيها الأستاذة عن شيء ما بقيت صامتة أغضبها ذلك ولكن سرعان ما تناست الأمر وتجهلتني خلال أوقات الفسحة كنت أجلس لوحدي وكان الطلاب يأتون لي ويحاولون اختبار صبري أحد الصبيتي إيميتي المتنمر علي كثيراً كان يصرخ في أذني بأعلى صوت محاولاً الحصول على ردة فعل مني لكن لم أفعل أي شيء كان يأتي أحياناً إلى منزلي ويرمي بيضاً وما شابه على نافذتي كان يكرهني كثيراً كانت إيميلي وصديقاتها يطرحن أسئلة علي وعندما لا أجيب عليها قمنا بدفعي في أحد الأيام كانوا جميعاً يمضغون علكة ويبسقونها في شعري لم ألاحظ ذلك إلا بعد بضع ساعات من ضحك الطلاب علي قصصت شعري بنفسي وجعلته قصيراً جداً بدى بشعاً في مرحلة ما يأسوا مني وتركوني وشأني لأني لم أبدي أي ردة فعل كان آمد آخر من تحدث إلي ربما لو دفعت عن نفسك لم تكن لتصبح مثيرة للشافقة وأخيراً أتى هذا الصمت بفائدة أرسلت إلى مكتب المدير بعد عدة شكاوى وترح علي أسئلة لكن لم أجب عليها بالطبع ظن أني كنت أسخر منه واتصل بوالدي عندما حضر والدي تصرف بتهذيب وأخبراه أني مريضة أعني عقلياً وأني قد أحتاج إلى المكوث في المنزل لشهر للتعافي في هذه اللحظة تذكرت ما قاله إيميت وتكلمت أخيراً أردت أن أخبره بكل شيء حول تعرضي للعنف طوال حياتي وكيف كنت مثل العبد في بيتي وأنهما كرهانني أردت التحدث للمرة الأولى منذ أشهر لكن أسكتني والدي بسرعة بإخبار مدير المدرسة أني نسيت تناول دوائي وأني بحاجة للبقاء في المنزل لفترة لم يكترس مدير المدرسة ووافق على السماح لي بالبقاء في المنزل كنت محطمة حتى التحدث لم يساعدني صرخ والدي علي طوال طريق العودة إلى المنزل وقال إنهم يشعران بالحرج الشديد لأن لديهم ابنتنا عديمة الفائدة وقبيحة ولم أرد عليهما لم يلاحظ في السابق أني لم أتكلم لكن أصبح صمتي الآن يثير أعصابهما في المنزل استمر في السراخ علي وطلب مني التحدث ولكن بقيت صامتة كان صمت احتجاجا وأفضل طريقة أملكها لمضايقتهما أخذت أمي دمية أرنب كانت لعبة المفضلة من الطفولة كنت لا أزال أنام معها حتى عندما وصلت سن الخامسة عشر أمسكت أمي برأس الدمية وقالت تحدثي لم أتحدث فقطعت رأسها وربتها من النافذة أنا خياطة ماهرة لذا رقتني الخارج لاستعادة دميتي لكن أبعت رد طريقي ثم أخذني إلى غرفتي أقفلوا باب غرفتي وطلبوا مني التحدث ثم صادروا هاتفي وكتبي كنت مستلقية في غرفة فارغة والشيء الوحيد الذي استطعت فعله كان النظر من نافذتي وحتى لا أصاب بالجنون كنت أجري محادثات مع نفسي بصمت امتنعت عن الأكل لأثبت وجهة نظري وفي وقت ما وضعوا شطيرة في غرفتي كنت على وشك تناولها لكن أعدتها للصحن قررت أني لن أكل واكتفيت بشرب الماء من حين لآخر استمر والدي في توبيخي والضغط علي وكل ما أردته هو أن يتركاني لوحدي ولم أستطع الانتظار حتى أغادر المنزل عندما أبلغ سن الثامنة عشر كتبت لهم رسالة أشرح فيها ذلك لكنهما رفض معتقدين أني قد أنهار في النهاية لكن كنت أعلم أني سأربح هذه المعركة عاجلا أم آجلا وسأحصل على ما أريد بعد ذلك بإسبوع ألقى شخص حجر على نافذتي كان إيميت كان يحمل مبتسما قطعة كارتون مكتوبا عليها غبية وخرقاء ولكن عندما رأاني في تلك الحالة اختفت ابتسامته وأسقط قطعة الكارتون نظرنا لبعض لدقيقة ثم هرب بعد بضعة أيام قدمت الشرطة إلى منزلنا لا أتذكر أيام مما حدث لأني كنت مرهقة للغاية لا أتذكر سوى سماعي الكثير من الصراخ وأصوات غريبة تم أخذي إلى المستشفى حيث تم إطعامي عبر أمبوب مغذي كان الأطباء والمعالجون النفسيون والأخصائيون الاجتماعيون يزورونني ويطرحون علي أسئلة وبدأت أتكلم أخيراً وأخبرتهم بكل شيء كان الوضع جيداً لكن كنت لا أزال أشعر بالوحدة لم أكن أعرف ما حدث بالضبط لكن سرعان ما حصلت على الإجابة أخبرتني إحدى الممرضات أن الصبي الذي أبلغ الشرطة عني كان يأتي كل يوم ويسأل عن أحوالي استمر الطاقم في إخباره بأنه يستطيع زيارتي لكنه كان يرفض دائماً علمت أنه كان يحضر لي أحياناً شوكولاتة أو هدايا أخرى أو ينتظر لساعات في المستشفى لكنه لم يأتي لرؤيتي وجهاً لوجه أبداً بعد مرور بعض الوقت تم وضعي في منزل أسرة حاضرة لفترة وكنت في حال أفضل بكثير وبصحة جيدة في مرحلة ما تم إخباري بأن والدي وضع في السجن وأتعلم ابتسمت عند سماعي الخبر وشعرت بسعادة ربما كان ذلك قاسياً لكنه استحق هذه العقوبة ثم تحسنت أوضاعي كثيراً انتقلت إلى منزل أسرة حاضرة أخرى لكن كان في مدينة ثانية أرسلت لآمت رسالة أخبرته فيها أني سأنتقل لمدينة أخرى وأني أريده أن يزورني قبل أن أغادر هو قديم لزياراتي كنا نتحدث خارج المنزل لم ينظر في عيني أبداً واكتفى بالوقوف في مكانه واضعاً يديه في جيبه سألته لماذا فعل ما فعله إن كان يكرهني حاول أن يشرح لي أنه لم يكرهني أبداً لكن الأمر الغريب هو أنه لم يستطع إنهاء الجملة وغير الموضوع بعد التحدث لعشرين دقيقة غادر أمت صافحني بطريقة غريبة نوعاً ما وبينما كنت أشاهده هو يبتعد كنت أفكر في أني لا أريده أن يغادر وأني أصبح لدي أخيراً سبب واحد على الأقل للبقاء في هذه المدينة لكن كان يجب علي أن أغادر كانت أسرة الحاضرة الجديدة في المدينة الأخرى لطيفة جداً ولم أكن معتادة على ذلك لذا كنت منغالقة في البداية لكن بعد بضعة أشهر من الحب والاحترام المستمر بدأت أحبهم كنت أحاول أن أخفي مشاعري لأني علمت أني سأضطر لمغادرة هذه الأسرة والرحيل في مرحلة ما في إحدى الليالي طلب مني والدي الجلوس لمحادثة جادة كنت مستعدة لسماع خبر وجوب مغادرة مرة أخرى وحاولت أن أكون غير عاطفية لكن سألاني إن كنت أرغب بأن يتبنياني لقد انفجرت بالبكاء للمرأة الأولى منذ سنوات قلت نعم وعنقاني بقيت على تواصل مع أمت تحدثنا كل يوم تقريباً وأخبرته عن مدى سعادتي وامتناني له أخبرني ذات يوم أنه سيأتي إلى مدينة لزيارتي وسعدت جداً لسماع ذلك لكن عندما جاء صدمني بخبر فضيع التقينا على استحياء لكن سعيدين باللقاء بدأت أدرك أن أمت أعجب بي وكنت أبادله نفس الشعور ولم يأتي لزيارتي فقط بل هرب من منزله لأنه سائم من والديه المعنفين مثل والدي وأراد أن يبدأ العمل بحيث أنتقل للعيش معه بعدها أعترف بحبه لي وهو أمر لم يتمكن من فعله لسنوات طلب مني أن أهرب معه وأن أترك المدرسة حتى نبدأ أخيراً العيش كما نريد أنا لم أعرف ما يجب علي قوله حصلت أخيراً على أسرة محبة وأصدقاء لذا اكتفيت بهزرأسي طلبت منه أن يحاول إنهاء دراسته وبعد ذلك يمكننا بدأ حياة معاً لكن بالمقابل نه دائمت وغادر تحطمت لأنه اختفى من وسائل التواصل الاجتماعي ولا أعرف مكانه أو ما حدث له وربما شعر بأني غدرت به سأستمر في الدراسة وتطوير نفسي حتى أحظى بفرصة لعيش حياة كريمة ومساعدة أمت إن ظهر في حياتي مرة أخرى أرجو منك أن تشارك هذه القصة مع أصدقائك فربما يراها أمت ويعود